احباي شركاء الصلاة في كل مكان في العالم اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة ده وقتنا الاسبوعي اللي بتجمعنا في شاشة قناة الحرية امام عرش النعمة بنيجي كلنا ايمان وثقة في قوة الصلاة بنيجي واحنا واثقين ان الصلاة بتصنع المعجزات على مدار سنين اختبرنا معجزات عظيمة صنعها ربنا لما صرخنا اليه وايماني ان اللي جاي اعظم واعظم هناك معجزات في انتظرك اتعلم كيف تصلي كيف تطلب الرب وستجد الرب وسيصنع الرب معجزات في حياتك الناس اللي تعلمت انها تصارع مع ربنا الناس اللي ليها نفس طويل في الصلاة دول اختبروا كتير من المعجزات والنهارده بكلم الناس اللي نفسها مش طويل في الصلاة اللي بسمع منهم احنا صلينا وما فيش فايدة احنا طلبنا ربنا لكن الامور زي ما هي النهارده انا بقول لهم اتعلموا كيف تصارعوا مع الله اذا صارعت مع الله سوف تغلب اذا قلت له رب لن اطلقك ان لم تباركني هو هيبركك اذا كنت مريض النهارده امسك فيه وقول له لن اطلقك ان لم تشفيني اذا كنت ضعيف امسك فيه وقول له لن اطلقك ما لم تقويني اذا كنت في ازمة امسك فيه وقول له انا مليش غيرك لن اطلقك الى ان تجد انت الحل وتخرجني من انا فيه النهارده جايين نتعلم كيف نصارع مع الله وهنصارع مع الله وهنال كل شيء بنطلبه منه بايمان بسعيدني النهارده في حلقة متميزة ان يكون معايا خادم الرب رجل الله الاسيس صفا وليام اهلا بيك اسيس صفا اهلا وسهلا بيك يا دكتور وعندنا ايمان النهارده ان الرب هيدينا وقت متميز امين كيف نصارع مع الله لنأخذ ما هو على قلب الله امين هنتعلم وهنصارع وهناخد باسم ياسم امين بنعمة الرب الرب هيعمل معاجزات النهارده نعم سمعنا عن معاجزات كتيرة والنهارده ربنا هيعمل كمان معاجزات هو حي هو موجود هو بيسمع الصلاة من فضلك ابدأ لنا بالصلاة يا رب يسوع بتضع قلب جايين ليك نحن نصق تماما يا سيد انك انت حاضر معنا الان وحاضر في كل مكان يا رب جايين النهارده علشان ناخد نجلة جديدة معاك في حضورك في امتلاك اراضي جديدة لحياتنا جايين النهارده لكي ما نتعلم منك كيف نصارع معك ناخد الدرس من يعقوب ونتعلم كيفية المصارع الحقيقية معك كلنا نفس كبير معاك في الصلاة لان الاتيات اعظم على حياتنا يا سيد بنصدق النهارده انك موجود وحاضر في هذا المكان بنصدق النهارده ان توجد معجزات خارقة للطبيعة تستطيع ان تفعلها من خلال قوة الصلاة وعبر الهواء انت بتقدر تعمل دي واحنا مصدقين فيك ايها السيد في اسمك يا ابانا نصلي ولك كل المجد اهلين بسم الاب والابن والراحة وخدسة الاحاة امين يا رب انا بشكرك من كل القلب يا رب لانك حي لانك موجود لانك تسمع صراخنا يا رب لما نلقاها قفلت ما لناش غيرك نلتجي اليك نأتي اليك يا رب نمسك فيك ونقولك يا رب لن نطلقك الا بتبركنا جايين النهارده نمسك فيك يا رب من اجل كل مريض بيشهدنا يا رب تعب يا رب من طول مرضه تعب يا رب من طول نمته على فراش المرض وهو رافع عنيليك النهارده جايين يا رب نمسك فيك ونقولك مدي ايدك يا رب بلمسة شفا لكل مريض جايين النهارده يا رب نمسك فيك ونقولك مدي ايدك يا رب وحرر وفق كل مقيد يا رب بنصلي بنصلي من اجل اخوتنا بنصلي من اجل اولادنا بنصلي من اجل احباءنا اللي ابليس مأيدهم واللي مش عارفين يتحرروا المقيدين لقيود شهوة لقيود ادمان تعال يا رب احنا بنمسك فيك وبنقولك حرر يا رب انت وحدك اللي تقدر تفك تفك القيود انت وحدك يا رب اللي تقدر تحرر المقيدين يا سيد يا رب النهارده جايين نمسك فيك يا رب ونقولك هناك مشاكل ملهاش حل غير عندك يا رب فمن فضل جلالك اتنازل يا رب اتنازل مدي ايدك مجد اسمك يا سيد الرب يا رب جايين نحط كل متضايق كل متألم كل مريض كل تعبان كل شخص فقط حد عزيز عليه يا رب بصلي من اجل اخويا فيكتور يا رب بحط الكل امامك يا سيد من اجل لمسة حقيقية لكل نفس ايها الرب الهنا وليك يا رب كل كرامة ومجد من الان والى الابد امين اشتركوا في القناة انتظرك يا رب انتظرك يا رب عرفني رؤيتك لدار رؤيتك لدار علمني انتظرك يا رب انتظرك يا رب انتظرك يا رب عرفني رؤيتك لدار رؤيتك لدار فليس لي سواك انت سندي وروحك انتظرك يا رب 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 يا ربي افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني يا ربي انر لي يا قلبي انر لي يا قلبي لكي ارى ذراعك توحيت بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني لكي ارى ذراعك توحيت بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني اروايك الصلاة اروايك الصلاة كان يعقوب في موقف صعب للغاية اعتقادي الشخصي اني اصعب من الموقف اللي انت بتكتاز فيه دلوقتي ما كانش فيه حد في صفه اخوه هو اللي عمله معه ما كانش قليل كان خايف من انتقامه حماه ابو مراته عمل فيه برده موقف في منطقة الصعوبة كان كان يعقوب في موقف صعب ما حدش كان ممكن يقف معاه وكان شاعر بخطر شديد مش على نفسه بس لكن على نفسه وعلى ولاده ما كانش قدامه غير انه صارع مع ربنا لكنه صارع مع ربنا وغلب وانتصر وغلب وانتصر مش بشهد الناس لكن الكتاب يقول لنا انه ربنا قال له لانك جهدت مع الله والناس وقدرت عاوز اقولك اذا كان الشطان بيقولك ما فيش فايدة اذا كان الشطان بيقولك هي خلصت النهاردة انا بقولك تقدر تصارع مع الله وتغلب ولما تصارع مع الله تأكد ان الله عنده حل وعنده خلاص وعنده نجاح النهاردة بواجه رسالتي لكل انسان شاعر ان مفيش امل لكل انسان شاعر انها ضاقت من كل جهة اقولك لسه في باب لسه في باب عظيم هيتفتح قدامك من خلال الصلاة النهاردة احنا جايين علشان نتعلم كيف نصارع مع الله اسي السفة ناس قليلة اللي يعرفوا كيف يصارعوا مع الله لكن كتير من الناس زي ما كنت بقول في اول الحلقة ملهمش نفس طويل في الصلاة وبسرعة بيفشلوا وبسرعة بيقسوا وبسرعة بيقولوا احنا صلينا وما فيش فايدة والنهاردة يعني انا شاعر ان ربنا عاوز يعلم الناس دي درس مهم جدا وعاوز يدربهم على كيف يصارعون معه وعاوز يدربهم على انه كيف يكون ليهم نفس طويل في الصلاة زي ما قال الكتاب لانكم تحتاجون الى الصبر حتى ما تفعلتم مشيئة الله تنالون الموعيد ناس كتير خدوا موعيد من الله لكن مش عارفين يصارعوا مع الله من اجل اتمام هذه الموعيد ناس كتير خدوا موعيد عظيمة جدا من الله لكن بيقولوا فين هذه الموعيد وهم مش واخدين لبلهم ان فيه دور لازم يقوموا به ان يصارعوا مع الله النهاردة كلمنا عن كيف نصارع مع الله ونغلب بداية جبل ما ندخل كيف نصارع مع الله ونغلب خلينا في الاول نعرف ايه هي المصارعة فالمصارعة هي الرياضة الوحيدة اللي ما فيهاش استراحة فمثلا عندنا في كرة القدم الفوتبول عندنا في مصر او السكر هنا في امريكا بيبقى فيه استراحة بين الشوطين عندنا رياضة زي الملاكمة وفي الملاكمة برضو بيبقى فيها استراحة ما بين الجولات جولة واحد واثنين وتلاتين اما المصارعة هي الرياضة الوحيدة اللي ما فيهاش هدنها ما فيهاش هدنها معنى كده ان اول ما بيبدأ في الصراع بيستمر الى ان يغلب احد من الطرفين دي الفكرة الاولى لكن الفكرة التانية فيه مصارعة اسمها مصارعة الهوات ومصارعة تانية اسمها مصارعة المحترفين انا بصلي النهاردة ان الله يدينا اكتاف لمؤمنين تكون عندهم مصارعة المحترفين لان الله النهاردة عايز ينجلنا نجلة رائعة في قوة الصلاة مرض كتير يا دكتور عارف ناس يقولك انا صليت لامر زي ما حضرتك اتكلمت في المقدمة انا صليت لامر بس ربنا ما استجابش بهو عايز كده في النهاردة امر جديد في حياة الروحية هو ان انا هكمل وهستمر لدرجة اسمها درجة المصارعة المصارعة هوقفك قبل ما تبدأ ادينا مثال عملي لاختبار عملي انت اكتست فيه وصرعت مع الله وغلبت وبعد كده هديك الفرصة انك تقول لنا الدروس المهمة مثال عملي وقت زنقت فيه صرعت صرعت غلبت مثال عملي انا عارف ان فيه جعوبتك الكتير في مرة كنت طالع من المينيا بالعربية وده كان موقف مش ممكن ابدا انساه ما حييته من الزمن كنت طالع حضرتك عارف المينيا فيه بعدين ما كان اسمه اتسا سنتر ده ببقى فيه مؤتمرات وكان فيه مؤتمر دعيني اخد خدمتين في اليوم ده وطالع الصبح وانا طالع يعني خدت وقت مع الرب وكانت الاية تحديدا فيه ايه انا يوميا عندنا نتيجة اسمها نتيجة سوسنة كده كل يوم بناخد منها اية وانا الصبح كده بعد ما باخد الخلوة بأملي عناية بالاية كوعد من الرب ليه يا جبل ما اطلع كانت الاية عبارة عن ملاك الرب حال حول خائفي وينجيه وبدأت اتحرك بالعربية وقبل ما اوصل اتصاب بكم كيلو فيه عربية تاني زانا جيت عليها وانا ما حستش غير ان انا بكل السرعة بتاعتي بحاول افدي الوضع لان خلاص هي حدثة وموت وانتهاء لغاية لما وصلت لعمود انارة كبير وبدأت العربية تستك بعمود الانارة وراحت عمل تيوترن فالمعجزة الاولى طبعا هي استكت مع فضل الحديث بتاع العربية الحديث دوات انت عارف مش عادي كبيرة فضل يدخل يدخل لغاية لما دخل على المطور ودي عنده انا وخلاص انا اتزانكت نزلت في الدواسة الاثنين ارباك ضربوا ووصلت لمرحلة خلاص ده الوقت اللي كان فيه صرخة اسمها يا رب يسوع نجين ده حسيت فعلا ان فيه صراع وصراع لحياة جديدة الله بيحطها في حياتي وراح الرب عملها بعد ما عمل الكلام دوت انا بدل العربية ما هي مشيه كده بصيت لجيت العربية بيجيه وشها كده ودي فيها مشكلة ليه لان الطريق بتاعنا وان ويج فمعناك ان كل العربيات اللي ماشية المفروض ورايا هتغبط فيها ودي كانت معجزة معجزة غير عادية الرب خلال الطريق في الوقت دوت واللي فارج معايا في الموقف ان بدأت الناس تتلمى علي اللي حواليا من القرية اللي موجودة ديت وبدأوا يطلعون ويكبوا على راس المية ويشوفوا وينطبون وحياة زي كده بعد ما طلب العربية وهي مستكى في العمود الانارة عاملة صوت غير عادل الكلاكست اللي هو السرينة دي ما حييته من الزمن مش ممكن أبدا أنسى عشان تعرف اللي بيحط الرب جدامه بصيت وانا واجف كده لجيت فيه واحد شخص جاي علي مسافة تقريبا عشرة متر أجل من عشرة متر شكله شكله أبيض لكن لابس بطلون وجامس زينا عادي جدا ولجيته فضل ماشي 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 علي وراح دخل على العربية وراح جفى للكونتاكت وراح طلع المفاتيح وحطها لي في جيبي ده وراح جال لي ما تجلكش كل حاجة هتكون كويسة وبصيت كده ما لجيته ملاك الرب عارف سداجني تاني الموقف ده مش ممكن أبدا أنسى إنك لما بتصارع في جهادك الصبح وانت طالع وانت بتتحرك اعرف كويس أن الله مش ممكن أبدا هيسيبك ويعرف الله ينقذك و الله عمل شوية حاجات في الموقف ده وجعدت فترة كده من التعب والكدمات والدنيا و الله أنقذ هو يعرف يعمل دي كل اللي عايزه مننا إن إحنا بس نرفع صوتنا نقول له إحنا موجونين وتعالى وإنقذ وهو يعرف يعمل دي كويسة أصدت أني أخلي الأسيس يحكي اختبار وأنا عارف ان اختبارات كتير علشان نقول لك اللي بنقوله مش كلام نظري لكن اللي بنقوله كلام اختبرناه لما أتكلم عن الصراع مع الله أنا بشعر كياني كله بيتهز إن فيه مواقف معينة أنا سرعت فيها مع ربنا والحقيقة النتيجة كانت هيلة بتذكر مواقف كنت بقوله خلاص كده خلصت كده انتهت كان يقول لي لأ وكنت أصارع معاه وتحصل المعجزة في لحظة بغت وفاجأ بأن كل الأمور اتغيرت الصراع مع الله شيء حقيقي وليس من وهم من وهم خيالتنا نحن لا نتوهم أننا نصارع مع الله والدليل النتائج المعجزية التي تحدث بعد الصراع مع الله تصارع وتفاجأ أن الورم السرطاني اختفى اوكي اعمل صنار اعمل امار اي قبل وبعد في ورم اختفى نحن لا نتكلم عن أوهام لكننا نتكلم عن اختبارات ملموسة لمسناها وعندما نعرفكم بقوة ربنا يسوع المسيح فنحن لا نخدعكم لكن نعرفكم بقوة اختبرناها اختبرناها انا عارف كمان ان في اختبارات كتير في افريقيا احد الدكاترة اصدقائي هنا حكولي على اختبارات اللي كانت في اسيوبيا وكانت اختبارات اكثر من مدهشة مجد الرب كان واضح ويد الرب كانت واضحة واعتقد ان الناس هناك كانوا في مسيس الاحتياج انهم يشوفوا ايد ربنا احنا تعودنا نوعظ رغم ان منجيل الكامل مش وعظ الانجيل الكامل هو استعلان قوة ربنا يسوع المسيح الرب يسوع ما كانش بيبشره بس لكنه كان يقول يصنع خيرا عشان كده لما كلف الكنيسة طلب منهم يعملوا نفس الشيء اذهبوا اكرزوا اشبهوا مرضى لنتعلم كيف نصرع مع الله برضو قبل ما تقولنا الدروس عاوز مرة صرعت مع ربنا وانت في الارسالية بتاعنا مش شرط اثيوبيا في اي مكان هو موضوع الارسالات ده موضوع كبير جدا والله فارج معانا ان بيرسل اولاده لاماكن المحرومة مرة من المرات الكتير احنا طلعنا نشكر ربط 19 ارسالية في افريقيا كينيا وغانا وتنزانيا واثيوبيا سبع مرات واتشاد والسودان وجوبة اماكن كتيرة خالص تحركنا فيها لكن من ضمن المرات رحنا مكان اسمه قبائل الجينكا قبائل الجينكا ده على الحدود ما بين اثيوبيا وكينيا القبائل دي زمان كانوا بيأكلوا لحوم البشر الشكل صعب جدا النص اللي فوق دهات ما يلبسوش هدوم خالص وربنا ودنا هناك علشان نعلي اسم يسوع والرجل الجسيس اسمه باستر لجسيس اللي كان مودينا جال اول ناس بيتكلموا لغة عربي يجوا في المكان ده كنا احنا نتكلم العربي وهم كانوا ياخدوه يترجموا لللهجة بتاعتهم اسمها اللغة الامهرية انت حلوة التاكل يا اسيسكو اسنو ما اكلوش هو الحمد لله وبعد كده واحنا هناك اخدنا تلات ايام تلات ايام عشان نوصل المكان مكان صعب كنا ماشينا على ارتفاع اربع تلاف قدم على مكان صغير سيول ومطر تلات ايام من اول ما تحرقنا من قديسة بابا المطار لغاية ما وصلنا قبائل الجينكا كان يعني امور صعبة جدا كنا هنموت لا يقل عن سبعتاشر مرة التانك العربي احنا كنا وغدين عربيتين لاندو كلوزر يتخيرم التانك التاني يتخيرم نعمل تانك خارجي ونحط فيه شوية بنزينة عشان يوصلنا بس الاجرب مكان مرنا بزروب صعبة جدا لكن حاجة من ضمن الاختبارات الجميلة اللي حصلت معنا في قبائل الجينكا احنا المطر والسيول كان بجاله شهر نازل نازل في الحتة دي في المنطقة دي لما روحت هناك وصلنا يوم الدوم على الساعة 12 المفروض اول اجتماع هيكون الساعة 3 العصر المفروض عملونا خيمة كده بسيطة وشوية بلاستيك علشان الناس تعرف توجف لكن المطر نازلة والسيول نازلة وباستر لجاسي بيكلمني جلي قسيس هو يعرفي عربي شوية قسيس قلت له نعم جلي صلي فقلت له ليه جلي علشان خاطر المطر يوجف ما المطر لو ما وجف المطر يعني مش هنقدر نعمل اجتماع الناس ازاي بتيجي توجف والمطر ما للدنيا قلت له بنعمة المسيح احنا هنصلي المطر هيوجف والشمس هتطلع فرح بصلي بابتسامة كده جلي احنا عايزين المطر براو براو يعني الوحد احنا كفاية المطر براو احنا مش عايزين الشمس مش فيارجة بس لو المطر اتمنع الناس هتعرف تيجي ونعرف نكمل ونعرف نعمل اجتماع النهاردة المطر بجاله شهر بينزل واقول الصدق في المسيح الكلام ده متصور فيديو اخدت مجموعة المرسلين كنا عشرة ساعتها وطلعنا وجفنا عند المطر المطر نازل سيول ورفعنا ايدينا وبقوة الصلاة والمصارعة يا رب يسوع احنا بنصلي إلي كان إنسان تحت الألام مثلنا وصلى ألم تمطر فلم تمطر عارف يعملها احنا ولادك هو ابنك واحنا ولادك هتعمل معجزة في اسم الرب يسوع المسيح وصراخنا جدام الرب بالضبط تلت ساعة والمطر وقفت الجسد جالي جالي المطر وقف المطر وقف بتقوله لسه الشمس هتطلع تلت ساعة تاني بصنا الجنة الشمس بدأت تشرق علينا هو يعرف يا عمي أنا هشاركك باختبارات حصلت معكم تخليني أخذ التليفون وهقولك حاجات تفرحك وتشجعكم الغرض إنك تتشجع إنك تصارع معها مش عاوزك بعد الحلقة النهاردة تقول ما فيش فايدة لكن عاوزك بعد الحلقة تقول إلهي حي وأنا مش هسيبه غير لما أشوف مجده في حياتي معايا أخويا الغالي دكتور رامز صامويل أهلا بك دكتور رامز وحشتنا كتير يا دكتور رامز أنت شريك في البرنامج من سنين طويلة أكيد أكيد وبرنامج رائع وربنا يستخدمك دكتور رامز برحايا أنا سعيد جدا يكون لديه فرصة مع الأسيس صفا ويكون لدينا فرصة مع بعض والأفتناجات وكان لوقت رائع جدا فالحياة الموضوع اللي حضراتكم بتتشاركوا فيه موضوع في غاية الأهمية وموضوع يعني موضوع مسألة حياة أموت لأنه زي ما احنا عارفين مصرعاتنا ليست مع دم ولاحمة بل مع جناد الشر الروحية في السماويات فالصراع ده زي ما يقل الأسيس صفا صراع مستمر دائم ليل نهار العدو لا يكل وهنا هقول في اختصار بسرعة نقطتين من مين أنه الله روح الله روح والذين يسجدون لله فبالروح والحق عشان كده المصرعات الروحية التواصل مع الله والصلاة ده مش وقت معين وعمل معين أنا بعمله لكن ده عبارة عن شيء مستمر وشيء روحاني وشيء في الأجوار في الشوف شيء في الأجوار الروحية علشان كده أنا الحقيقة يعني نفسي من النهار ده الموضوع ده أخرج منه وأن الموضوع زي ما قال الأسيس موضوع مستمر والموضوع محتاج جهاد كل يوم أقول اختبار بسرعة عشان ما أخدش وقت طويل بحقيقة أنا بعدي في الوقت الحالي في مصرعة رهيبة جدا لأن أنا عندي مشكلة في الوقت الوقت بتاعي صعب جدا جدا فمصرعة ما لا أصلي قدام الرب أقول له رب أنا محتاج مساعدة لأن الوقت بتاعي مستنفذ ومش قادر أعمل كنترول على الوقت فصلولي لأن أنا فعلا في صراع بقال يمكن شهرين ثلاثة وقت صعب جدا جدا لكن أنا النهاردة كنت لسه لسه عالجبل عمال أصلي والرب بيقول لي أنا في وسطة فلأ تتزعزع في help in on the way علشان كده يعني أنا بكلمكم وأنا في وسط هذا الصراع أنا في وسط الصراع مع الرب لكن أنا عارف أنه إلهي بيهتم بيه وإلهي بيهتم بكل المجتمعين فالصراع ده صراع النصر أكيد من عند الرب ولكن علينا أن نستمر في المصارعة زي ما الأساس صفا قال شكرا دكتور رابيز قبل ما تخرج ارفع صوتك بالصلاة من أجل الناس اللي في صراعها أن ربنا يديها نعمة لتواصل صراعها مع الله ولتغلب ولتختبر إيد الرب القوية في حياتنا تفضل يا رب أشكرك من أجل حلقة مباركة أشكرك من أجل وقت وإعلان مجدك يا رب نحن بشر وقلتنا كده في العالم سيكون لكم ذي لكن يا رب لا نحارب بالعيان ولا نحارب بإمكانياتنا البشرية لكن بإمكانيات أيها الرب كله القدرة وكله المعرفة يا رب بصلي من أجل كل شخص بيصارع في هذا اليوم يا رب أنت تعرفنا وندرك يا رب قوانين الملكوت ونعرف يا رب كيف نحارب أننا لا نحارب بالجسد ولا نحارب بإمكانياتنا البشرية لكن نحارب بالروح بقوة الروح القدس تشدد كل من يحتاج في هذا اليوم تشدد كل ركب يا رب مرتخية تشدد كل مريض كل متألم كل مضطهد كل عنده أمور مادية تشدد الكسرين ويكونوا يسارعوا مع الله لأنهم يعلموا أن الرب في وسطها فلن تتزادع هناك نصرة حقيقية يا رب في محضرك يا رب علمنا كل يوم كل يوم كل يوم نكون في المقادس علمنا كل يوم نكون في محضرك لا حدود لا عمل الروح القدس لا رديمة في هذه المسرعة لكن نحن أكيد من عند الرب يا رب القوة لكل من يسمع قوة لكل من يرى هذه الحلقة أن مصرعتك فيها انتصار حقيقي بإسم الرب يسوع يا رب قوة في الروح ونالنفس ونالجسد لكسرين بنعلن خلاصك لكسرين بنعلن تحليلك لمقيدين بنعلن شفاءك لمرضى بارك الإخواتي في هذه الحلقة وتبقى في اسم يسوع ولك كل الشكر والحمد آمين 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 شكرا لك دكتور رامز ربي بركك معنا كمان الأخت نيفين من إنجلترا أهلا بك يا أخت نيفين سلام المسيح يا دكتور إكرام من ربي بركك ويبارك حياتك سلام المسيح ليك وسلام المسيح للقس صفا أنا الحقيقة كنت بدور على حضرتك يا أسيس صفا من مدة طويلة عشان خاطر أنت قلت محتاج خدام يسافه للإرسليات في أفريقيا ومحتاج احتياجات مادية فممكن حضرتك أسيب نمر التليفوني في الكونترول روم تتصل بي بعد الحلقة آمين ربنا يرتب بعد عائدتك أنت أهم حاجة أنك أنت تكوني معنا ده المهم ربنا يرتب أنا عايزة تكلم مع حضرتك بعد الحلقة بعد عائدتك آمين حاضر يا بني شكرا ربنا يخليك ألف شكر شكرا يا أسيس إكرام رب يباركك ويبارك حياتك ممكن نرفع طلب الصلاة اتفضلي بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين يا رب بنشكرك يا رب كل الشكر على قناة الحرية وعلى برنامج الصلاة جميل جدا ده اللي فيه الدكتور إكرام والأسيس صفا نعم يا رب أنت شاف أنهما قدام الله الحقيقيين قدام المسيح ليارى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبوكم ما الذي في السموات وشاف الأسيس صفا يا رب قد إيه خدماته العظيمة في أفريقيا وقد إيه خدماته العظيمة في كل مكان وقد إنهو بضحب الغالي والأسيس جوزيف قد إيه ضحب حياته يا رب من أجل إسمك الغالي بنشكرك يا رب أن نحن نحاول أن نكون ولو جزء بسيط جدا من الإرسالية دي ونخدم بأي شتى الطرق بنشكرك يا رب كل الشكر يا رب لأنك أنت موجود في وسطنا والنهاردة برنامج الحلقة جميل جدا عن مصرعاتنا مصرعاتنا اللي هي مع الشيطان نفسه يا رب مش مع الإنسان لأن الشيطان هو اللي بيتطهد حياتنا يا رب وبيتطهد كل أعمالنا يا رب نعم يا رب نحن نفسك منه أنت يا رب اللي تجينا سلام الله سلام الله الذي يفوق كل عقل أنت قلت كده يا رب يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع بنشكرك يا رب ونصلي يا رب النهاردة من أجل إخواتنا العبيرين يا رب الناس التعبنين جدا جدا بنصلي من أجل ماريا من العبير يا رب وبنصلي من أجل إخوة كتير يا رب مشتاقين حتى لقمة العيش أنت تهديهم يا رب وأنت تبعت يا رب وتسهل ناس كتير يا رب أن هم يخدموهم في اسم يا سوء المسيح نصلي آمين ثم آمين ألف شكرا يا دكتور إكرو آمين ربنا يبركك السي صفة هديك الفرصة للكلام بس عاوز أفرحك فرحك عشان تتكلم وإنت فرحات وبرضو الغرض مش أن أفرح الأسيس لكن الغرض أني أشجع إيمانكم نعم الغرض أني أشجع كل شخص شعر بالفشل وشعر بالضعف أنه يصارع مع الله ويغلب ربنا عاوز يبرككم أشكر ربنا من أجل أشواء قلب أختي من إنجلترا أنها عاوزة تتحرك وتخدم في الحركة بركة وفي خدمة الرب رؤية مجدو وعلى فكرة الله بيعمل و الله بيصنع موارزات هقولك شهدتين لناس طلعوا معاكم الإرسالية من هنا في أمريكا واحدة من دكتورة كانت بتقول أنا كنت أعتقد أني زمن المعجزات خلص باست لكن اكتشفت أني زمن المعجزات لسه موجود كانت بتقول أنا يعني ما كنتش متخيلة أني في معجزات لكن شفت بعيني معجزات وعقلي ما كانش قادر يستوعب المعجزات اللي شفتها بعيني وعاوز أقول لك يمكن تكون أنت مش متخيل أنه في معجزات لكن طول ما يسوح حي هناك معجزات وهو حي إلى الأبد وطول ما كنيست المسيح موجودة في الأرض في معجزات هذه الآيات تتبع المؤمنين ومين عارف يمكن يكون لك نصيب في معجزة النهاردة يمكن النهاردة يسوع حيمدي إيده وهيشفيك من شلل أنت بتعاني منه ليك سنين مين عارف يمكن النهاردة لو عندك إيمان وصرعت مع الله الورم اللي دكاترة قالوا لك هي شهور وخلاص الورم ده هيوقف النهاردة باسم الرب يسوع المسيح الحاجة التانية اللي عاوز أقول لك تفرحك دكتور صديقي ابنه دكتور وطلع معاكم في الإرسالية وما كانش متخيل يعني هو طالع يعمل مجرد عمل إنساني لكن رجع متغير 180 درجة هو بيقول يا جماعة في حاجات مش موجودة عندنا في الكنيز احنا في الكنيز بندي محاضرات الكنيسة مش مدرسة الكنيسة ده مكان مفروض يكون في إعلان مجد ربنا الكنيسة ده مش مكان زي بشوف كنايس للأسف الشديد عبارة عن كل واحد يلبس أحسن ما عنده ويروح يقضي وقت مع الناس مش هي دي الكنيسة المسيح كنيسة المسيح كنيسة حية الله يصنع آيات الله يصنع عجائب الله يخلص لسه من أسبوعين كنا في المكسيك وهناك كنيسة حية بجد كنيسة حية بجد ربنا مسقل أحد إخواتي ربنا يحفظه بالخدمة هناك وربنا يديني شرف أني أشاركم هو يقول لي حتى أنا بشوفك فرحان في أمريكا زي ما بتبقى فرحان يشوفني قاعد مع العيال في الأرض شايف إيدي سواوي ها بتحضن العيال العيال دول مشروع شطاني لاحتضامهم ليكونوا تجار مخدرات تجار المخدرات يبحثون عن هؤلاء الأطفال الذين بلا أبت بلا أم مرميين الشطان ماتت إيدي عشان ياخدهم فكانت الكنيسة عبارة عن حض يسوع اللي ضمنت هؤلاء الأولاد بذلك وانا قاعد وسطيهم مش عارف أن أقولك مشاعري شكلها إيه وإيدي يسوع هي هندودة علشان خاطر تحضنهم أحضنهم دول مش هيبقوا تجار مخدرات لكن دول هيبقوا خدار للمسيح نعم بتذكر بنت صغيرة اسمها جمالات معرفش اسمها ازاي كده بعناها مجسيكي فهي بتقولي أنا عاوزة أبقى مرسلة يمكن فيهم ما عرفك عليه مش هتبقى جمالات واحدة بتشتغل في الضعارة زي ما الشطان مخطط لها نعم ولا هتبقى واحدة من تجار مخدرات عارف ليه لأن كنيسة المسيح هناك كنيسة حية كنيسة شغالة نعم كنيسة فتحت أحضنها عشان تحتضن الأولاد دول أولاد بلا أب بلا أم مرميين في الشوارع لكن الكنيسة احتضنتهم وبيتكلموا النهاردة علشان يبقوا مرسلين قولنا نصارع مع الله بفضل يا سيس في طريقة مصارعاتنا مع الله والكلام اللي حضرتك بتكلم به أنا عشته بس مش في المكسيك عشناه في أفريقيا هذا وشفنا كم المعجزات اللي الرب بيعملها بطريقة غير عادية شفنا أن بعد الصلاة حد من غير عينين تتخليج له عينين تتخليج عينين يعني كده أنه ده أبيض ما فيش عين أساساً بعد الصلاة رب نيبعت له عين شفنا ناس مشلولين بيقوموا ويشيلوا العكاكيز بتاعتهم وينطلقوا نعم شفنا حد كان ميت حرفياً يعني هو هو مات مات برا الخيمة ودخلوه أربعة وكان بجاله فترة وبدأ جسمه متلج وبدأ نامل يطلع منه وتحط على الاستيج وإحنا بنصلي يا رب المصارعه نعم نفس اللي عمله بوليس مع أفتيخس يا رب أقب أنت تقدر تعمل نعم ربنا جوم ومش الله حط في الحياة مرة تانية أنا بسدج النهاردة نعم أن حينما تصارع مع الله أنت الذي ستربح ليه؟ لأن احنا عندنا إله جلبه حنيين أنا حابب أربط الكلام دو بأيتين كلمة مصارعه جات في كل الكتاب المقدس مرتين فقط المرة الأولى في تكوين 32 بيتكلم عن يعقوب اللي هو راجع من عند خاله لبان ويذكر كتاب تكوين 32 عدد 22 حابب أجرى الجزء الصغير دو ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحدى عشر وعبر مخاضط يابوك وبعد ما اتكلم يذكر الكتاب في العدد اللي بعدهم فبقي يعقوب وحده وصارعه هذه المصارعة وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه دي عايزة وقفة كبيرة عارف يعني يعني في مصارعتك مع الله بتعمل عمل نبوي غير عادي عارف الكلام ده بلغة عروس النشيد حولي عني عيناكي لأنهم قد غلبتان ليه لأنين عروس النشيد كانت مليئة بالدموع فواضح أن في حاجة بتغلب حاجة يقول ربنا الكبير ده وتتغلب ولم يقدر علي يذكر الكتاب وقال له اطلقني فقال له لأنه قد طلع الفجر فقال له لن أطلقك إن لم تباركني فأخذ يعقوب وصارعه وصارع معه يذكر الكتاب في عدد 27 فقال له ما اسمك قال يعقوب قال لا يدعي اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل خلنا نمسك العبارة اللي جاية دي لأنك جاهت أي بحسب المصدر أو الأصل لأنك جاهت أي صارعت مع الله والناس وقدرها ده جزء الأولين عن المصارعة اللي في العهد القديم اللي موجود في تكوين 32 لكن خليني برضو على النقطة التانية خليني أركز على النقطة دي دموعك ممكن تغلب ربنا يس الكتاب قال عن يعقوب بكى واسترحمه وزي ما قال الأسيس صفا حولي عني عيناكي لأنهما قد غلبتاني امسك في الرب النهاردة امسك في الرب النهاردة ازرف دموعك قدام ربنا يوسف بكى ست مرات في الكتاب ست مرات بكى يوسف والرب هو اللي مسح دموعه وهو اللي نساه كل تعبه ولما جاب ابن سمام نسى لأن الرب نساه كل مزلته ده درس مهم عاوزين نتعلمه ابكي في محضر الرب وخليه يمسح دموعه أوعى تبكي لإنسان أوعى تبكي وتسترحم إنسان لكن استرحمه هو وأطلبه هو وصارع معه تفضل للنقطة التانية المرة التانية اللي جات فيها كلمة المصارعة في كل الكتاب المرة الأولى في العهد القديم تكون اتنين وتلاتين المرة التانية في أفاس الستة وعدد اتناشر يذكر الكتاب وبرضه حابب أجرها علشان نأكد نفس الفكرة أفاس الستة اتناشر فإن مصارعتنا أهي جات ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء واحد سلاطين اتنين مع ولاة العالم على ظلمت هذا الظهر تلاتة مع أجناد الشر الروحية في السمويات ورح علشان خاطر عطانا السلاح عطانا المفتاح علشان تقدروا أنك تثبت في مصارعتك مع أجناد الشر الروحية عليك بأسلحة الجند السبعية الأسلحة بحسب لو نخدهم من فوق لتح خوزة الخلاص بيحط الخوزة هنا ودي لحماية الفكر وبعد كده درع البر وبعد كده ترسي الإيمان نتسلح بالإيمان أثناء الصلاة سيف الروح الذي هو كلمة الله فالرب يسوع لكل المجد لما كان هنا غلب إبليس بالمكتوب حتى إبليس لما قال له مكتوب فرح الرب رد على جاله ومكتوب أيضا ومكتوب أيضا منطقة الحق حازين أرجلكم استعداد لإنجلي السلام ورح ختمها برقم سبعة اللي مش محسوبة والناس مش بيحسبوها مصلين بكل صلاة وطلبة السبعية فعلا السبعية دي هي سبعية الصراع فلما نمسك الأمور كده نلاقي العهد القديم في مصارع العهد الجديد في مصارع مصارعة العهد القديم تكون 32 مصارعة العهد الجديد أفاسه الستة مصارعة العهد القديم صارع يعقوب مع الله وجهد وقدر وغلب أما المصارعة بتاعة العهد الجديد مصارعة المؤمنين مع أجنادهم ودي مطلوبة جدا جدا ما تقفش لكن كمل حتى لو عليك حرب حتى لو عليك ضغوط اعرف كويس إن الصلاة مع مصارعتك ستفعل فوق ما تتخيل في اسم يسوع عارف ليه لأن سيدك هيديك أسلحة الحرب الروحية هيديها لك في اسم يسوع المسيح هطلب أن تصلي مع الناس اللي محتاجة صلاة دلوقتي بس أنا مش عارف أطلب منك إيه ولا إيه الحقيقة أنا يعني الوقت دايق وحاجات كتير نفسي أطلبها منك لكن السؤال عاوز أسأله تفضل وأنا واثق أنها تجاودني بكل أمانة مش بهم الكاميرات مش بهم بالناس تكلم عن شخص مات وتسقلتوا أنكم تصلوا من أجله والرب أقاموا من الموت يا طرع ما دخلكش شك وخوف والشيطان همس في أذنك إيه اللي أنت هتعمله ده يعني دي خطوة يعني خطوة جنونية يعني لأن اللي بيعملوا كده قليل يعني أنا أشكر ربنا من فترة بسيطة حد مسلم عابر تكلمني أن ابن أخو مات وتحط في المشرح وبعد ست ساعات دخل المشرحة وصلاله وقام ابن أخو وجريت في مصر كتبت أن فيه طفل تحط في المشرحة غلط كما كانش غلط كان ميت لي ست ساعات وقام عن طريق واحد مسلم عابر الرب تعامل معاه ما دخلش في قلبك خوف ما دخلش في قلبك شك ده فيه ناس بتصلي من أجل أمور بسيطة وما فيش أي نوع من الإيمان ما فيش أي نوع من الشك تكلمنا بصراحة إيه شعورك وإنت بتصلي من أجل واحد ميت لا سيامل ده أنا عارف أن ناس كتير كانوا بيتابعوا ألاف كانوا بيتابعوا في إرسالية أفريقيا فالنتيجة ممكن يعني تعمل لهم إحباط شديد يعني هم وقفين يشوفوا النتيجة هل فعلا الراجل ده بيتكلم عن إله حي موجود ولا الراجل ده بيقول كلام وبيبيعوه رقم واحد لازم نعرف أني ما كنتش لوحدي إحنا كنا مجموعة تيم وده اللي فارج جدا فكان معنا كل المرسلين كان معنا الجسيد جوزيفو كل المرسلين كل نوجفنا وبدئنا نصلي فده رقم واحد رقم اتنين لازم نعرف أن ربنا يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد في ثمان حالات يا دكتور إكرام قاموا في كلمة الله ثمانية ثلاثة في العهد القديم وخمسة في العهد الجديد الثلاثة إلي أقام ابن أرمالة صرف الصيدة عليشع جوام اتنين واحد في حياته ابن الشنومية والتاني بعد ما انتهى وخلاص وراحوا كان في حرب راحوا كان خدوا أظامه واحد ميت فراحوا لجوا الأعداء جايين فمسكوا الراجل الميت جديد دوت وراحوا رموه كان قبر عليشع بمجرد ملمست أظامه جام من الموت فبيجي اتنين نصيب اتنين من روحك فقدي التلاثة بتعود العهد القديم الرب يسوع لكل الميت ده هزم الموت فهزم الموت في مهديه وفي نعشيه وفي قبره هزم الموت في مهديه في البداية خالص ابنة ييروس نعم في نعشيه ابن أرمالة نين في قبره عند قبر العازر نعم بعد كده أولاده تلاميذه بطرس أقام طبيسة طبيسة بآخر واحد بولس أقام أفتيخس وإحنا وجفنا باعتبارنا دول أولادك فإحنا أولادك نعم ولازم يكون عندك مصارعة وجفنا كلنا كتيم كلنا كمجموعة بس جاب ليها حابب أقول حاجة تاني فطر كانت معنا في الإرسالية دي أخت فاضلة من أستراليا من أستراليا أنا كنت في الوقت ده أتبغدم رب في أستراليا وكانت طالع معنا الإرسالية اسمها الأخت ميري صليب والأخت ميري جالت لأبونا وقلت لها أيه جات لي وانا بصلي ربنا وراني جاب لي من روح خالص دي احنا لسه في أستراليا ولسه هنتحرك على أسيوبيا وما فيش أي تفاصيل كل مرة احنا بتشوف معجزات جات لي بس عايزة أقول لك حاجة جات لي أنا شفت رؤية وفي إقامة موت المرة دي الله هيقيم حد ميت طبعا الكلام بالنسبة لو احنا ده كلام بتقول وجعدنا اليوم الأول الثاني الثالث وآخر يوم آخر يوم خلاص وخلاص الإرسالية وهنخلاص وهنمشي الثاني يوم الصبح والناس بدأت تمشي وطلعوا بره ليه جدوة اللي هو ميت بره الإرسال ورحوا جابوه وإحنا رفعنا قدينا يقولنا بيتحجج وعدك وخدنا واتمالينا إيمان في مصارعة كاملة مع الرب والرب عملها ورجل أقاب لما يكون عندك إيمان وصراع تأكد تماما أن الله لا يغزي إيماننا إطلاقا يعرف يعملها وهيعملها باسم يسوع بس خلي عندك الإيمان باسم يسوع خلينا أخذ تلفوناتي ولسه هناك تعليقات أمين إذا أنت قلت نقطة مهمة جدا أننا كنا مجموعة ومجد الرب دايما في كنسته وعشان كده أنا بطلب من أحباء الشركاء الصلاة كشكول الصلاة ياريت كشكلنا تبقى زي بعض وإحنا بنسجل نفس تلباط الصلاة عشان نتحد مع بعض في الطلبة ونقول له رب في حد من أستراليا في حد من أمريكا في حد من لندن في حد من أماكن مختلفة بيطلبوا نفس الطلبة من أجل إنسان واحد عايش في مكان معين قوة الاتحاد قوة الاتفاق رائع نفسي أكون معاكم أمين معنا الأخت ميري أهلا أهلا بيك يا أخت ميري أهلا بيك يا أخت ميري اتفضلي أهلا بيك يا دكتور أهلا بالأسيس صافة الرجل الله الرائع فعلا حلقة جميلة ودسمة وأنا فعلا بشكركم بجد من أجل الحلقة دي لأن في ناس محتاجة لصلاة ومحتاجة لقوة بإيمان الموضوع كله أهم حاجة أنه هو يكون بإيمان أنا عايزة أقول بس اختبار أن أنا عندي بناتي جاسيكا وجينيفر تلعوا مع الأستيسة فا ويليام في الإرساليات وجم بصراحة متغيرين مئة درجة بيقولولي إحنا ناس هنا متدلعين بجد إحنا اللي إحنا شفناه لا يعقل عمرهم كانوا شافوا الأعرج يمشي الأعمى يشوف المطر اللي هو كان فيه مطر ووقفوا المطر وعلشان يكملوا صلاة والدنيا يتمشي معجزات هم شافوها غير عادية فهم جايين بيحكوا للكلام ده أنا بصراحة جالي غيرة أنا نفسي أروح مرة مع الأساسة وأشوف الحاجات الحلوة دي بجد فيه معجزات بتحصل واللي هو اللي عنده ضعف في الموضوع ده إنه هو ما بيؤمنش بقوة الصلاة لا فيه وأنا شاهد على كده وبناتي شاهدين على كده لأن هم فعلا شافوا بنفسهم وجم ومش عارف أقولك إيه بجد ربنا يدي الأساسة قوة علشان السفر ده مش سهل والإرساليات دي مش سهلة ومحتاجة برضو تعديدات جمدة ولكن هو عمرو مطلب حاجة لأنه هو دايما يقول الكل حاجة بتتسدد من قبل ما بنروح ففيه فعلا الناس بتبقى على قلبها الإرساليات دي فربنا بجد يديكم قوة ويدينا إحنا إيمان إنه نشوف بجد بالعيان المعجزات اللي هي لسه بتحصل لأن فينا تقول لك وقت المعجزات انتهى لأ ده ما انتهاش وبدل على كده إن بناتي راحوا مع الأساس صفة وشافوا كل اللي بيحسن ده أمين بنعمة رب يا أخت ميري زي بناتك راحوا وخدموا واتبركوا وشافوا المعجزات أنت كمان ربنا دي بفرصة إنك تكوني شريكة خدمة معاهم وتشوفي بعنيكي وتصلي وتشاركي عندما تتحد الكنيسة معا عندما يتحد المؤمنين معا عندما يصلي المؤمنين معا بقلب واحد بنعمة رب ميري كم معاك فأرام معنا الأخت نهال من إنجلترا أهلا بيك يا أخت نهال سلام ونعمة يا دكتور إكرام برحب بحضرتك وحضرة الأساس صفة رجل الله اللي دايما بنتبارك بكل تأملاته الجميلة من كلمة الله الحية والرب يعوضكم تعب محبتكم أضعاف أضعاف باسم يسوع وعايزة في البداية أرفع قلبي أنا شخصيا وأشكر الله جدا من أجل كم الإيمان الرائع اللي بشوفه في برنامج قوة الصلاة سواء من حضراتكم أو من المتصلين وبتفق جدا النهاردة نشوف بالإيمان ناس مقيدين تتحرر ناس مجروحة تختبر رفعة الراء وأحضانه الدفية ناس متألمة ومتوجعة من المرض تختبر يبدو الله الشافية حضرتك قلت يا دكتور إكرم يعني جملة في منتهى الجمال والأهمية نفسي أحطها في درواز من دهب قلت إن الإنجيل الإنجيل كامل هو استعلان قوة يسوع المسيح الإنجيل الكامل هو استعلان قوة يسوع المسيح الإنجيل الكامل مش بس هو الكرازة والتبشير بالكلمة لكن شفاء تحرير آيات معجزات وإنجاز القول الرب بيعتمد علي وعلى حضراتكم اللي أحنا المصدرة وغير الموجود في إعلان هذا الإنجيل الكامل فباشكر الرب من أجل الاختبارات اللي انتو شاركتونا بيها في موضوع السراع مع الله ونفسي فعلا أعمل استرس على حتة مهمة إن السراع ده روحي روحي بحت وكل من يعلن بإيمان الانتصار حيكون لي لأن الآية الجميلة اللي نفسي أحطها نصب عيوننا النهاردة إن الفرس معدل الحرب ولكن النصرة من عند الرب نعم النصرة من عند الرب وده تشجيع لكل مشاهد لسه في قلب الصراع سواء مع المرض أو مع فشل في العمل أو حتى فشل في العلاقات الزوجية وخراب البيوت الرب لسه موجود بكل عظمته بكل قدرته وبكل جبروته هو اللي يقدر بكلمة واحدة يهدي الموج والبحر الهايق هو اللي يقدر يؤمر بسلطان ويقول الريح اللي في حياتنا اخرص ابكم هو اللي يقدر يخرج من الاكل اكل ومن الجاف حلاوة هو اللي يليف الموت مخارج هو اللي يقدر ييجي حتى ولو في الهزيع الرابع من الليل يعني أصلي ان الكلام ده مش مجرد كلمات بنوع أصبية على المنابر لأ دي حقائق نختبرها أصلي ان ادركنا اليوم يتسع ان الهنا لم يتغير ولا يعتريه ظل دوران واللي كان بالامس يقول يسمع خيرا هو هو موجود بذاته اليوم وإلى الأبد أصلي كمان مرة واختم كلامي ان اللي بيسمعنا النهاردة يعمل عمل ما عملهوش قبل كده وهو انه يشكر الله مقدما مقدما على ان الرب لان هو اله سالح وعايز له الخير وبيحبنا وبيرعانا بمهارة اليه والرب يبركك ويبركك يا أخت نهال شكرا لمشاركتك وكلمات النعمة على فهمك هذه صفة فيه ناس يشاهدون دلوقتي محتاجين اللمسة المعنجزية محتاجين ايد الرب تمتد ليه كنا بنتكلم عن الدموع هم دلوقتي يعنيهم مليانة بالدموع وهم بيترجوا إليهم عاوزة تصلي من أجلهم دلوقتي من فضلك ارفع قلبة ربنا هيصلي لك الأسيس صفا وكلنا هنشترك مع بعض في الصلاة من أجلك الرب عنده كتير عنده كتير عنده شفة لمرضك ما تخافش ما تخافش مين قالك ان مرضك عديم الشفة دكاترة قالوا لك كده اركن كل دول على جم لكن تعالى صدق النهاردة ان في طبيب أعظم بلمسة من يمينه يقدر يشفيك شفة مين قالك ان بيتك خرب خلاص ما تخافش النهاردة الرب يقدر يؤمر فكل اللي هدمه إبليس يتبني النهاردة الرب يقدر يطرط كل هادميك نعم كل هادميك كل مخرب في حياتك في حيات بيتك يخرج الآن باسم الرب يسوع من بيتك مين قال ان ولادك ضاعه مين قال النهاردة الرب قادر ان يمدي ايده يلمس يلمس ويحي من جديد غمض عنيك أثناء صلاة الأسيس صفة وأنا واثق ان ايد الرب هتمتد وتلمس ناس كثيرين حابب جبل جبل الصلاة عايز اشجع ايمان ناس موجودة النهاردة وحضرتك بتتكلم جبل الحلقة واحنا بنتكلم فكرتني بالكارنفلات بتاعة مغاغة اللي كنا بنتلحها من سنوات حابب اشجع ناس النهاردة دكتور كرام بيتكلم عن لو انت تعبان او في مرض الرب يشفيك لكن انا عندي ايمان كبير في المصارعة مع أنا عندي ايمان ان الله مشيش في بس لكن الله يخلق في هذا اليوم هو يعرف يعمل دي امين اختبار حضرتك كنت بتحضر معانا وكانت فيه كارنفلات هي كارنفلات كرازية بتبقى في مدرسة السان فرنسس كان في حتة بسمها مغاغة بعد المينيام وكان المسؤول عنها بيجيب خدام رائعين وتزبيع حضرتك تحضرت تلات مرات تلات مرات لسه أعداء ولا لسه هي حاليا شوية وموضوع كورونا برضو شوية الجاسيس ميناء الجاسيس ميناء ميناء البدري ميناء البدري وفي الوقت ده يجيب مرنمين الأخ نجيب لبيب والدكتور زكريا يستوره وحضرتك وحاجات كرازية لناس وكان بيعمل مراجعين كبير وتشوف العدد مال المدرسة قاعة المدرسة المكان نفسه الكبير في يوم في مرة من المرات كنت موجود وكانوا حاطين علي القيادة بتاعت اليوم واليوم خلاص 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 الناس بدأت تمشي خلاص كله خلاص باجي شوية وحنا بنتجمع الآلات عشان هنمشي وبعدين لجيت واحدة ست بسيطة وانا واجف على استيش كان بيعمل هو استيش خشب حضرتك فاكرو المخرج بتاعنا بيقول انا كنت موجود بيتر محفوظ كان موجود معنا لاخ بيتر لاخ بيتر يوسف كان موجود معنا فعلا كان ساعتها علينا تزبيح وهو لا عبد الرمز الجميل جدا كان معنا في اليوم دوت وليجيت الست دي بتشدني كده من الجاكت جات لأبونا وتلهب جات لخد البيبي ده تلهماله البيبي ده انا بشجع عيمان ناس النهاردة احتمال تكون على سرير المرض وزي ما كان بيقول فيه أطباء وتقارير لكن أعرف تماما ان إلهك النهاردة يقدر يعملها عاطتني البيبي كده فبقولها ده ايه جات لده عمره شهرين بس لما كان عمره خمسة وعشرين يوم اكتشفنا تعب فروحنا ودنا اللي جينا عنده كنصر والدكتور شلوا الكلية من هنا يعني الكلية دي مش موجودة جات للكلية دي مش موجودة بعد كده مسكت البيبي كده واتحمكت وبكيت واضح ان الدموع بتعمل حاجات تفرق معاه وقلت للناس صلوا معنا هي بتقولي اني لما كان عمره خمسة وعشرين يوم شلنا الكلية ومن ساعتها كل اسبوع بيروح ياخد حجنة كيمو في الحتة دي كيمون مش اي حد الدكتور اللي عمله انه لسه بيب صغير بيدهاله هنا وخدنا الطفل ورفعت عنايا وبديت اصلي يا رب انت اله الخلق انت اله الخلق تقدر تعمل حاجة طفل بيب صغير شهرين وبياخد كيمو والامور وصلت لمرحلة صعبة وشال الكلية اتصرف انت رب ودموع نزلت مع المجموعة وبعد ما خلصت رحت عطيت الام البيبي ده وبعد كده عدى يوم كان الكلام دوت يوم الجمعة عدى السبت والحد ويوم الاتنين جاني تليفون من الجسيس من البدري جال ابونا عندي خبر ليك بمليون جنيه جلت له فرحني جالي فاكر البيبي اللي انت كنت شايله جلت له فاكره جدا جالي عارف البيبي دوت كان عنده كنصر لما كان عمره 25 يوم وبعكي شلوله كليا وبعكي بيروح ياخد كل اسبوع جرعة صغيرة من الكيماوي في الحتة دي والدكتور اصر اللي عمل هو اللي يعمل الكلام دوت وقلت له فعلا امه جالي الكلام ده جالي احنا صلينا يوم الجمعة عدى السبت هو بيرح ياخد هيوم الحد وراحت الام بالبيبي وراحت عطته للدكتور فجالت له انا جبته لك هم من مغاغة المينيا لغاية عندك علشان خاطر تكشف وتشوف الدنيا فيها فراح الدكتور مسكه وراح بص اللي بيبي جالها لا البيبي ده مش بتاع الاسبوع اللي فات جات له ازاي هو هو جالها لا مش هو جات له يا بيه انا معنديش غيره هو هو ولد واحد ومعندي شغيره جالها طب اعمليه الاشعات تاني وكتب له على شوية حاجات كده وشوفيه للدنيا هنا وشوفيه للدنيا هنا وراح اتعملت ببساطة وراح اترجعت للدكتور بالاشع والدكتور مسك الاشع وبص هو مش مسيحي وراح جال للكلمات دي جالك لا اله الا الله انا بايدي شايل له كلية انا بايدي شايل له كلية بس ربنا زرع كلية جديدة في الحتة دي بيجيت فيه كلية جديدة مزروعة في الطفل دوت سيدك يعرف يعملها لا اله الا يسوع وفعلا هو بلغة وراح هو بيتكلم الكلام دوت هو بيقول اني كيف ده تزرع جاله انت عملته ايه جات له احنا صلينا صليته المين جات له للرب يسوع بتاعنا جاله وهو شفاكي وخلق ليه كلية جديدة مرت الايام وروحت الكرنفال تاني في نفس المكان بعد خمس سنين الولد اللي كان عمره شهرين بيجي عمره خمس سنين فراحت امه جالت لي ده الولد ده كورولوس جلت له كورولوس مين جت لي كورولوس جلت له برضو كورولوس جت لي بتاع الكلية يعني حسيت كده ان انا ارفع التشيرت اللي لابسه رفعت التشيرت اللي لابسه والجيت في مكان الخياطة لسه موجود المكان اللي شالوا منه الكلية لكن ابويا السماوي زرع لي كلية جديدة نعم احتمال تكون النهاردة واحنا هنصلي دلوقتي تكون محتاج جزء يتغير في جسدك هيا كان هو الجزء اعرف ان الرب يسوع قادر على كل شي واحنا بنصارع معاه وبنتحد معاكم في اللحظات دي حط ايمانك على ايماننا وتأكد تماما في المصارعة مع الله الله يقدر يعملها بس خلي ايمانك كبير جوله زد ايماني انا التقارير بتقول ما ينفعش والكلام بيقول ما ينفعش لكن انت انت تقدر في اللحظات دي ان الله يديك ايمان كامل وتسدك معنا والله يعمل المعجزة واتصلوا بينا في المكان هنا ويقولوا فعلا ربنا عمل المعجزة في اسم يسوع المسيح صلي معايا في اللحظات دي وغمض عينك في اسم يسوع يا أبانا السماو جايين لك وحطين كل كل رجانة فيك مصدقين مصدقين فيك يا رب في ناس على أسرة المرض احتمل تكون في البيوت أو المستشفيات وبيسمعونا لكن احنا ايماننا كبير وعارفين احنا بنتعامل مع مين فانت الاله القادر على كل شي الاله الذي تستطيع كل شي الاله الذي لا يعصر عليك شي احنا عارفين أبونا وانت النهار ده موجود وبنحط بين ايديك اخوتنا اللي على سرة المرض التعبنين اللي المرض تعبهم اللي الدكات رجاله ما ينفعش الكنسر اللي مش عارفين يتصرفهم ازا كان تعب في العينين او الادين او الرجلين او الظهر او العمود الفقري او الكم يا رب انت تقدر انت تقدر انت تقدر نحن نصارع معك في هذه اللحظات وعندنا ايمان كبير فيك انك الاله القادر على كل شي انا بسدك تعالى وعمل لمسات يا سيد انت مش بتحدك مسافات انت معانا هنا في الستوديو ومعهم هم هناك في اسم يسوع المسيح تقدر توصل جلوا كل كلمة فيبرأ الغلام انا عارف انك موجود يا رب بنصلي كمان علشان كل البيوت اللي جسامها ابليس بنصلي يا رب اتحاج جديد لكن تقدر انت بحماية خاصة في اسم الرب يسوع المسيح ترجعهم من جديد مسدقين فيك مسدقين فيك مسدقين انك تقدر تعمل كل حاجة احنا علينا ان احنا هنصارع معك مصارعة روحية وانت كفيل انك تدخل بحسب توقيطات السماء وحكمة السماء في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي سدقنا انك كان دوات ناس هتقول ان الرب عملها واحنا مسدقين فيك لانك امس واليوم وإلى الابد في اسم بنصلي ولكل المجد امين 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 مسدق اني اثناء الصلاة ربنا عمل معجزات هو حي لا اله الا هو نعم اله الحي رب يسوع المسيح اللي ما فيش اسم تاني تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص من خطيانا به ينبغي ان نشفى من امراضنا به ينبغي ان نتحرر من قيودنا انا مسدق ان ربنا مدي ايده لمس ناس ربا لمس ناس في مصر لمس ناس في السعودية لمس ناس في الجزائر في المغرب انا مسدق ان ربنا حي وانه شغال وانه بيمدي ايده ويصنع معجزات اسيس وقتنا بمر بسرعة فيت البطصلة كتير جدت على الهوى انا متأسف مش هنقدر ناخد تليفونات تانية لدي الوقت فهدي خمس دقائق تقول لنا باختصار انا ما دتكش فرصة من البداية قلتلك هيبقى في صعبة انت اختار فخمس دقائق بعد كده نحط طلبات الصلاة اللي جات لنا على الهوى تحب تقول ايه يساعد الناس انهم يصرعوا في الصلاة وينالوا استجابات الصلاة في خمسية رائعة عملها يعقوب الخمسية دي تسيبها ببساطة كده في اسم يسوع المسيح اول حاجة يعقوب انفرض اتنين يعقوب اجازة تلاتة قضى اربعة صارع خمسة طلبة خمسية جميلة تقول اصارع ازاي اقولك هي الحل موجود في تكوين اتنين وثلاتين بيتكلم في المصارع الروحية يذكر كتاب يقولك انفرض يعقوب يذكر كتاب يقولك فبقي يعقوب وحدهم عايز تاخد اللي على جال بالرب خلاص اهدى شوية ادخل مغدعك اغلق بابك خلي بالك الكلام عارفين في كوريا كوريا بيعملوا حاجة جميلة جدا كوريا الواحد يدخل كده ويبقى معه عصير كده جوس ويتحرك به يروح الجبل الصلاة يدوله مكان كده منغلق كده قضى صغيرة متر في متر يقعد فيها من الصبح الساعة 4 على الفجر لغاية لما يطلع بالاستجابة يطلع بليه جبل الصلاة هو عايز الاستجابة استجابة روحية يعرف يعمل الكلام ده اول حاجة انفرد لكن رقم اتنين خلي بالك اترك المشغولية خلي بالك يقولك يقولك فاجازة يعقوب واحد امرأتيه اللي هي ليئة ورحيل اتنين جاريتاي اللي هي بلهة وزلفة الحاجة التالتة اولاده الحداشر خلاص بك انا سبت كل المشغولية انت عايز تصارع بلاش الموبايل اللي معاك دوت اللي هو رائع جدا بيشغلنا بكل حاجة اركنوا اكفلوا سيبوا ما ينفعش انك تكون عايز تصارع مع الله وصيبه وكده يتكتك كل شوية يخلي حياتك مختلفة اول حاجة انفرض ياعقوب فبقي ياعقوب واحده اجازة يعني طركة كل المشغولية لكن رقم 3 قضى عارفين يعني يعني قضى يعني قضى الليل كله يذكر كده بدأ بالليل ويقولك حتى طلوق الفجر خد وقت اقعد مع سيدك المصارعة مش كلمتين ولا ربع ساعة ولا يا رب تعال باركنا وبارك الأولاد وخلصت المصارعة فيها وقت احنا مرات كتير في كل سنة كنا بنعمل مؤتمر رسمه العلية علية صلاة كنا لازم ناخد فيه يوم من بالليل للصبح وحين هو رب سدقوني كنا نبدأ الساعة 12 نغمض عنينا كنبص نلاقي النور بتاع الشمس طلع الصبح ولا نحس بالوقت ابدا انا تعلمت درس بجالي سنين بعملهم ويمكن هنشوف الصور دلوقتي على الشاشة بروح مكان في عندنا مدينة سوسنة عند قوضة وفي القوضة ديت اللي انا بروح فيها بقعد فيها ثلاث تيام اخد ثلاث تيام وروح جايب أسماء الناس على فكرة الورج دوت فيه أسماء ناس عندي لا يقل عن من ست لسبع تلاف اسم واحد بصلينه شايفين شاكل ده سرير على فكرة انا راصص عليه راصص على الورج وحطهم وابدأ اتمخض واصلي واطمخض واصلي واطمخض واصلي يا رب تعالى زور فلان تعالى زور فلان الورج دوت من كتره انا فردتم كده ما رصتش قلت يلا الورجة دي تحديدا الورجة دي تحديدا ممكن نوجفها سواني الورجة دي تحديدا كنا في وقت بتاع الاعتصام بتاع ربعة والورجة دي هتلاجوا كده اللي يدقق النظر هتلاجي فيها كده مجموعة انا حاطتهم حاطت فيهم البلتاجي وعصامل او والسعد الكتاتني مجموعة كده على جن ورحت كتابت فيها اتصرف انت يا رب وقا دي تتمخض اصرخ في الصلاة هو دوت اللي عمله اللي عمله مين اللي عمله يا عكوب اول حاجة خليك لوحدك وبقي يا عكوب وحده اتنين ركز ركز في اللي عايزه الرب انا بطلعها من نفس المكان لكن رقم تلاتة اجاز كل امرأة مش عايز مشغولية لكن رقم بعدين قادة الليل كله في الصلاة لكن صارعت وصارعه انسان حتى طلوع الفجر النهاردة الله بيقول لك خش معا سيبك من موضوع الصلاة تمخض بوليس يقول لك يا اولادي الذين اتمخض انا بيهم تعال اقعد فترات طويلة مع الرب والرب يعملها طلب باسرار وجال له لن اطلقك ان لم تباركين عارف في النهاية الرب عمله حلل يعقوب كل المشاكل وانا بختم في الدجيجة الاخيرة حلل يعقوب كل المشاكل عارف عمله جال له انت عندك مشكلة جديمة ومشكلة جديدة المشكلة الجديمة بتاعت عيسو حلت هالك عملت ايه عيسو اللي انت اتحكت عليه وخدت منه البركة واتحكت على ابوك وخدت منه خدت الاتنين البركة والبكرية خدتهم منه خلي بالك اول ما جيه مش عارف اتصرف وقع على العنقه وبدأ يصال اللي حل المشكلة دي هي الصلاة خالك اللي جاي علشان يخلص عليك يذكر الكتاب يقولك وفي قدرة يدي كنت عايز اخلص عليك لكن لو لا اله ابيك ظهر لي البارحة الصلاة بتحل كل المشاكل قال احده ما يزيل الكلمات لما تكون محتاج للصلاة اقصر طريقة لحل المشكلة هي المسافة ما بين رقبك والارض عارف يعني ايه يعني المسافة يعني ما بين ما بين رجليك وما بين اركع ازجد اعمل الكلام دوت وانا بختم الجزء دوت تغير في حياة يعقوب المكان وتغير في حياة يعقوب الزمان وتغير في حياة يعقوب كل شيء لانه هو تغير اتغير المكان من مكان مخاضة يا بوك سمى فنويل مخاضة يا بوك يعني الصراع وانا انا عايز اطلع لجوايا عايز افرغ لجوايا لكن بيجي فنائيل رأيت وجه الله عارف ده من ايه من الصراع عارف ده من ايه من هو بيصارع مع الله تغير الزمان بدأ بالليل انتهى في الصبح واشرقت له الشمس جديد ورح سمى المكان فنويل رأيت وجه الله المصارعة المصارعة تاخدك بعد كده بعد ما انت بتصارع مع الله لطلب الامور لأفاس الستة مصارعتنا ليست مع دم ولا لحم تبدأ تدخل في حربك الروحية وانت متسلح وانت متسلح لما يجي ابليس عليك تقوله باسم الرب يسوع المسيح يا شيطان انا بضع عليك اسم يسوع تلاقي حياتك فيها صراع غير عادي الله يغير كل الامور بكل المقاييس تعلم تعلم درس المصارعة في الصلاة من النهاردة تقوله انا مش عايز الصلاة العادية خلاص انا عايز ادخل اسير كيجي وان وكيجي توب انا عايز ادخل معك في مرحلة نضوج حدد لنفسك ساعتين تلاتة خد لنفسك نص يوم وقول نص يوم الاسبوع الجاي يقول هاخد يوم بحال اطلع برا البيت اعمل حاجة مختلفة وخد وقتك وخليك في صراع كامل مع الله وتأكد تماما اما الله سيعطيك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر في اسم يسوع امين 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 الوقت بيمر بسرعة غير عادية انا عارف ان اللي تقال جزء قليل جدا لكن انا متأكد ان ربنا وصل الفكرة الناس انت تعبان اتعلم كيف تصارع مع الله نعم يا بخت اللي يعرف يبكي في محضر الله يا بخت يعني جزء من سر نجاح يوسف بكاؤه يوسف كتاب تكلم عنه ونبكى ست مرات فسر نجاحك لو عاوز تنجح ابكي ابكي في محضر رب ابكي في محضر رب انا عارف انك تعبان ابكي في محضر رب قولي له انا تعبان قول له انا تعبان فافتح الباب يا رب افتح الباب يا رب قول له اشتدت وضطت اغلق الباب وحاجه في دوجة الليل يسوع صارع مع الهك و الهك هيجي بالحل خلوني في الدقايق اللي فضله اسكر طلبات الصلاة اللي جات لنا على الهوى وبطلب من كل احبائي في البيوت يسجلوا هذه الطلبات بكشكيل الصلاة شفنا الاسيس صفا حاطتهم ورق على الحيط انا طالب كشكول صلاة حط فيه الطلبات الصلاة دي وخلينا نتحت في طلبة الصلاة زي ما اتحدوا في طلبة الصلاة في اسيوبيا ربنا قوم الميت هنتحت وربنا هيقوم هيقوم ابنك من اللي هو فيه هيقوم بنتك من اللي هي فيه هيقومك من مرضك هيقوم الشخص العزيز عليك اللي بيعاني من مرض من فترة طويلة خلونا نتحت كلنا في الصلاة ونصق ان الرب يسمع ويستجيب طلبة صلاة من اجل نوال وصمويل عندهم كورونا بنصلي لهم بنصلي من اجل كل الاحباء اللي عندهم كورونا الرب يتنازل يمدي ايده ويشفيهم بصلي من اجل اخو يسامح عنده كورونا مدي ايدك رب وتنازل بالشفاء لي صلاة من اجل ماريو تظلم في درجات السنوية العامة بنصلي ان ربنا يرتب الكليات المناسبة لولادنا اللي نجحوا في السنوية العامة في مصر ربنا يحطهم في المكان اللي هو عاوزه الاختيار الالهي افضل بكتير من اختيارنا احنا البشرين صلاة من اجل سامي عنده عملية يوم الثلاث وصلاة ان ربنا يحل كل المشاكل في شغله صلاة من اجل ام ماسيو عندها روماتيزم وصلاة من اجل ماسيو تلات سنين ما بيتكلمش يتكلم بنعمة الرب ويقول يسوع بعد بابا وماما يقول يسوع بنعمة الرب صلاة من اجل زهية ان الرب يشفيها من مضاعفات السكر صلاة من اجل حنان رب يرتب امور حياتها اختي بنت الرب بتصلي من اجل الاقامة بنصلي ان ربنا يرتب لك الاقامة بنصلي من اجل كل الناس اللي عندهم مشاكل في الورق والاقامات ان الرب يحسن اليهم ويكرمهم بحسب كرمه بحسب محبته بصلي من اجل نهلة من اجل الورق ولم شملها على زوجها بصلي من اجل ميري ومارينة ربنا يتمجد في حياتهم ومينة وبصلي من اجل اخت طالبان ربنا يشفيها من الام الظهر من غير عملية لكم مشيئة الرب امين حطي ايمانك وثقتك في الرب ورب قادر انه يشفيك طلبة صلاة الاختي ربنا يفرحها بارتباط بنتها ويحرر ابنها من ادمان السجاير امين في اسم يسوع حرية لكل المقيدين حرية لكل المقيدين بنت الرب عندها طلبة صلاة من اجل ملاد مش عارفة عنده ايه بالزبط ربنا يزور ملاد ويتعامل معه هو اللي يعرفه هو اللي شخص الدكاتر احتاره في تشخيص ملاد لكن فيه طبيب اعظم يقدر يقول كلمة فيشفي ملاد طلبة صلاة من اجل ماريو تنسيق السنوية العامة ورفع الظلم احنا نصلي من اجل كل ولادنا في السنوية العامة ربنا يحطوهم في المكان اللي هو عاوزه طلبة صلاة من اجل شرين ان الرب يميدي ايده بالشفة لها طلبة صلاة من اجل سيلفيا سيلفيا رغم انها الصغيرة في السن لكن بتعاني من ارتشاح في الرجبة يلمس الرب رجبتك يا سيلفيا بلامسة شافية تتقلم في المش ربنا يميدي ايده ويشفيك طلبة صلاة من اجل تحرير ولادي شنودة ومينة من كل القيود ومعرفة الحقيقة امين فيه اباء امهات كتير بيصلوا من اجل ولادهم ويا بخت الولاد اللي والديهم بيصلوا من اجلهم لان ابن الدموع لايهنك بقول كده وهفضل اقولها ويريد تحفظوها واذا كنا النهاردة تعلمنا كيف نصارع مع الله نبكي في محضره نصارع مع الله من اجل ولادنا ولادنا مش للهلاك لكن ولادنا للبركة زي بيقول نسله للبركة طلبة صلاة من اجل شفاء ام شنودة بنت الرب طلبة صلاة من اجل امها مانيرفا برضو عندها مشاكل في الركب مدي ايدك رب الشفاء في اسم ياسوع طلبة صلاة من اجل شفاء ابن شنودة ربنا يتحنن على ابنك ويشفهولك طلبة صلاة من اجل بنت الرب مريضة فيبرو ماليجيا انا عارف الفايبرو ماليجيا يعني الرب يمدي ايده الرب يمدي ايده الرب يمدي ايده ويشفي احنا فيش مرب يخوفنا لكن الرب صالح والرب بلمسة واحدة بيشفي كل مريض طلبة صلاة من اجل بنت الرب تعبانة عندها مشاكل في اسرتها ربنا يتدخل ويحل المشاكل طلبة صلاة من اجل اثير بدون عمل يا رب افتح الباب لي وافتح الباب للناس اللي من غير عمل يا رب من فضلك انا بشكرك من اجل كل باب مقفول وبشكرك ايضا من اجل كل باب انت هتفتحه بحسب مشاكل العمل صلاة من اجل صلاة من اجل نصري عنده برد جديد صلاة من اجل ماريو درجة حرارته عالية ربنا يشفيك يا ماريو ومحتاج عملية ربنا يتمجد صلاة من اجل امال خليل موسى عندها سرطان ربنا يمدي ايده صلاة من اجل جينا نبيل مريضة بالسرطان ربنا يمدي ايده صلاة من اجل حلول الهية من ايدك امين ربنا عارف انت او انت عاوز ايه صلاة من اجل سوزان ميشيل ماجد ميشيل اولاد فادي من صليلكم صلاة من اجل بنتي جاكلين وجزها طلبة صلاة من اجل الاخ كمال والاخ صفاء الرب يحررهم طلبة الصلاة من اجل اخت عندها ورم في السد يمدي الرب ايده ويشفيها طلبة صلاة من اجل مارسلين وعمره ست دوشهر والسكر عالي لمسة شفاء لهذا الطفل يا رب نحطه بين ايديك طلبة صلاة من اجل جهان عندها مشكلة كبيرة بيتها ربنا يحلها ويدخل في كل المشاكل اللي موجودة في البيوت طلبة صلاة من اجل ام رامي للشفاء طلبة صلاة من اجل مارينة عندها نزيف ربنا يتمجد ويوقفه طلبة صلاة من اجل ابن مينة عنده تحرير حقيقة طلبات كتير والمخرج بيقول الوقت خلص بصلي ايضا من اجل اخويا فيكتور مراته راحت السماء بصلي من اجله من اجل الاولاد ان ربنا يعزيهم بالزيارة خاصة والاخت اماني لوسط السماء بختها بالسماء ورب انهى الامها ربنا يعزي اخويا فيكتور هنصلي لهو البنات في نص دقيقة حطة الباضي قدام الرب يا رب يسوع بنصدق فيك ان كل مرض لإسم لكن اسم ربنا يسوع المسيح فوق كل الاسماء سدقنا فيك يا رب انك طبيب انش شاف هتدخل سواء كان كورونا كنصر تعب ايا كان العملية بتاعت يوم التلات اخونا فيكتور اوصلوا بلمسات تعزية سدقنا فيك ان النهاردة هنكون بنبدأ معك مصارعة جديدة معك في الصلاة لكي ما نأخذ كل ما هو على قلبك في اسمك يا رب بنصلي ولكل المجد امين 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 عسيس صاحب نشكرك من اجل وجودك اتبركنا بوجودك وانا واثق اني شركاء الصلاة اتبركوا بوجودك والنهاردة ربنا عاوز يعمل نقلة جديدة في ايمانهم وفي ثقاتهم في الرب وثقاتهم في خوة الصلاة شكرا لك يا سيس احبائي وقتنا خلص لكن صلواتنا مستمر تلبط كتيرة احتياجات كتيرة ناس تعبانة وما فيش حل غير قوة الصلاة استمروا في الصلاة الى ان نلتقى الاسبوع القادم في نفس المعد ورب معكم